بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمر التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع رسم الأشكال الهندسية استخدمنا في الحصة الماضية خيوط الصوف لرسم هذه الأشكال اليوم سنستخدم خامة أخرى سنتعرف عليها بإذن الله في الحصة لكن قبل أن أبدأ لا بد أن أذكر بأداب الدراسة عن بعد أو القوانين التي لا بد أن نتبعها أثناء الحصة وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة أما الصورة التي باللون الأحمر تعتبر جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي عمودك الفقري أيضا استمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح وأكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أيضا اتبع التعليمات بالتسلسل مقصود بالتسلسل الترتيب أو التدرج بحيث عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها وقوم بتنفيذ الخطوة ثم أنتظر حتى تنتقل المعلمة للخطوة الثانية بعدها أنتقل لتطبيق الخطوة التي قامت بشرحها المعلمة أيضا أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في بعض الأنشطة الفنية نستخدم بعض الأدوات الحادة مثل المقاص أو المشرط أو الصمق الكهربائي التي تحتاج إشراف من ولي الأمر ومساعدة الطالب عند الحاجة في الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس دائما عندما ننتهي لا بد أن ننظف المكان الذي استخدمناه أثناء النشاط نقوم بإرجاع الأدوات المكان الصحيح ونتخلص من الأدوات المستهلكة التي استخدمناها ولم نعد بحاجة لها ونرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان نظيف كما كان هذا بالنسبة للأداب الدراسة عن بعد الآن نبدأ بدرسنا اليوم اليوم سيكون هدفنا العام أن يرسم الطالب والطالب الأشكال الهندسية بالتنقيط بالألوان المائية السائلة طيب ما هي الأهداف القصيرة؟ أولا أن يسمي الطالب والطالب الأشكال الهندسية دائرة مربع مستطيل مثلث الهدف رقم اثنان يعدد الطالب والطالب أنواع الألوان خشبية مائية زيتية فلومستر أيضا يسمي نوع الألوان التي يستخدمها هل هي أساسية أو ثانوية الهدف رقم أربعة والأخير أن يرسم الطالب والطالب الأشكال الهندسية بالتنقيط بالألوان المائية السائلة طيب تسمية الأشكال الهندسية أخذناها في الدرس السابق وأيضا أخذناها في الفصول الدراسي الأول والثاني وفي مادة الرياضية الآن فقط سنراجعها لندكر أسماء هذه الأشكال وكما قلت هذه الأشكال ليست قصرا على الأشكال الهندسية هناك أشكال هندسية أخرى منها السداسي والخماسي والمعنين والمكعب والبيضاوي وغيرها من الأشكال لكن أريد الآن منكم تسمية الشكل الآن الذي أشير عليه الآن ما اسم هذا الشكل؟ ممتاز يا الطال دائرة دائرة الشكل البعدة ممتاز مثلث الشكل الثالث مربع أحسنتم الشكل الأخير مستطيل ممتاز أبطال دائرة مثلث مربع مستطيل طيب أيضا تعرفنا على أنواع الألوان في الفصول الدراسية السابقة وعرفنا أن هناك أنواع مختلفة كلها تحتوي على أنواع متنوعة وكثيرا من الألوان منها الأحمر والأصفر والأخضر لكن تختلف المسميات بناء على المادة التي صنعت منها منها ألوان فلومستر أيضا ماذا تسمى الألوان هذه؟ أحسنتم ألوان خشبية ممتاز يا أبطال نكمل الشكل رقم ثلاثة أو الألوان رقم ثلاثة ممتاز مائية ثم ألوان زيتية أحسنتم إذن فلومستر خشبية مائية وزيتية طبعا معروف أن الألوان المائية التي تعرفنا عليها في الفصول السابقة منها نوعين منها ألوان مائية جافة ومنها ألوان مائية سائلة أيضا هناك نوع من الألوان يسمى ألوان أساسية ما هي الألوان الأساسية؟ أحسنتم أزرق ثم أحمر ثم أصفر أزرق أحمر أصفر هذه تسمى ألوان أساسية ماذا عن الألوان الثانوية التي تنتج نتيجة دمج لوني من الألوان الأساسية التي هي برتقالي أخضر بنفسجي؟ هذه تسمى ألوان ثانوية طيب ما هي الأدوات التي سنحتاجها اليوم لرسم هذه الأشكال الهندسية؟ أولا سنحتاج إلى ألوان مائية سائلة أعواد قطن كراسة رسم قلم صحن وكأس للماء نذهب الآن للتطبيق العملي عندي مجموعة من النقاط الموجودة على كراسة الرسم سأقوم برسم خطوط باتباع هذه النقاط المرسومة اللي يظهر لي الشكل الهندسي الذي سأقوم بالتنقيد حوله باستخدام الألوان المائية السائلة وأختار أي لون أحب وأفضل عندي اللون هنا الأصفر عندي اللون الأزرق أخضر أحمر تختار أي لون بإمكانك تستخدم لوني مع بعض تدمجهم أو تستخدم لون واحد أنت مخير طبعا ضروري استخدام قفزات الأيدي لمحافظة على لضافة اليد وعندي أعواد القطن هذه هي أعواد القطن وماء لدمج اللون طيب نبدأ الآن أولا برسم الشكل الهندسي باتباع النقاط سأقوم الآن برسم خط في هذه النقاط المرسومة على كراسة الرسم ليظهر لي الشكل الهندسي ونتعرف عليه سويا ما هذا الشكل ثم أبدأ باستخدام ماذا؟ الألوان المائية السائلة طبعا الألوان تختار اللون اللي تحبه وتفضله طبعا هناك نوعين من الألوان المائية قلنا جافة وسائلة أنا راح نستخدم السائلة طيب الآن ظهر الشكل الهندسي لاحظوا الشكل ماذا ظهر لكم؟ أحسنتم مستطيل مستطيل الآن نبدأ بالتنقيط حول هذا الشكل الهندسي مستطيل باستخدام أعواد القطن أولا سأضع اللون الأخضر كمية قليلة جدا لأنه فقط مجرد تنقيط لذلك سأحتاج كمية بسيطة ممكن أدمج لونين أيضا فقط هذا الكمية ممكن أيضا استخدم لون آخر بحيث يكون فيه تنوع في الألوان لون أزرق نقطة أيضا صغيرة وأبدأ بوضع قليل جدا من الماء فقط لدمج اللون خلال استخدام غطاء علبة الماء وأضع قليل من الماء وأبدأ بتحريك اللونين باستخدام أعواد القطن عندي اللون الأخضر وعندي اللون الأزرق وأبدأ بالتنقيط بس قبل ذلك نرتدي القفازات حتى نحافظ على نظافة اليدين من الألوان ثم أبدأ بالتنقيط باستخدام اللون الأزرق أحاول أترك بين كل لون أزرق وآخر مسافة حتى أستخدم في المكان الفارغ اللون الآخر هذا اللون أزرق انتهينا من آخر ضلع من أضلع المستطيل لأنه عنده أربع أضلاع بعكس الدائرة التي تدور حول نفسها أيضا المثلث لدي ثلاثة أضلاع المربع مشابه للمستطيل الذي يحتوي على أيضا أربعة أضلاع بالتنقيط باستخدام الألوان المائية انتهينا الآن من اللون الأزرق نأتي للون الآخر اللون الأخضر طبعا اللون الأخضر من الألوان الثانوية أما اللون الأزرق فهو من الألوان الأساسية وأبدأ نفس الطريقة أنقط في الأماكن الفارغة باللون الأخضر لاحظوا أنا قاعدة أمشي على نفس الخط المرسوم حتى يكون الشكل الهندسي صحيح ويظهر لي الشكل مستطيل الذي يعتبر من الأشكال الهندسية نكمل الآن تبقى عندي الزاوية فقط الآن انتهينا من التنقيط للشكل الهندسي مستطيل باستخدام اللون الأخضر والأزرق هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات جاء دورك الآن عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل من خلال استخدام الألوان المائية السائلة واستخدامها في التنقيط لرسم الأشكال الهندسية سواء الدائرة أو المثلث أو المربع أو المستطيل وتقديم المساعدة التي يحتاجها الطالب سواء كانت مساعدة لفضية أو جسدية أو إيماءات أيضا مهم جدا تقديم التغذية الراجعة وتصحيح إجابات الطالب بطريقة غير مباشرة أيضا مهم جدا تقديم عبارات التحفيز والثناء حتى يشعر الطالب بالثقة والنجاح كانت معكم المعلمة أمن التمامي بإذن الله رأيكم في الحصة القادمة مع السلامة